على وقع الأزمة الشاملة التي يمر بها محور إيران تحاول أطراف هذا المحور الاعتماد على بعضها للتخفيف من العبء الاقتصادي ووطأة الأزمة المالية بدفع من إيران لمساعدة حكومة بيروت وفد وزاري من حكومة بغداد يضم وزراء النفط والزراعة والصناعة والطاقة يصل إلى بيروت حاملا معه عروضا تبدو في قمة الدونية عندما يساوم على تصدير النفط العراقي إلى لبنان مقابل منتجات زراعية لبنان الذي يعاني أزمة طاقة بالأساس بحاجة إلى هكذا عرض والعراق الذي فرغ من قدرته الانتاجية الزراعية لا يجد ضيرا في بيع النفط مقابل أطنان من الخضروات والفواكه ووفقا للمعلومات فإن الجانب اللبناني ومنذ أن تسلم مصطفى الكاظمي منصبه رئيسا للوزراء في العراق طلب منه وضع وديعة ضخمة في مصرف لبنان إلا أن الأخير اعتذر لعدم قدرة حكومته على ذلك في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها جراء انهيار أسعار النفط عالميا وانعكاس ذلك بشكل مباشر وقاس على التدفقات المالية إلا أن الكاظمي أبدى رغبة بالوقوف إلى جانب حكومة بيروت في هذه الأزمة من خلال تفاهم يتيح للبنان بأن يصدر منتجاته الزراعية إلى العراق مقابل تلبية الحاجات النفطية اللبنانية التبادل التجاري ضمن محور إيران يصطدم بالعقبة الأمريكية إذ أن قانون قيصر يمنع تحويل سوريا إلى خط ترانزيت بين بيروت وبغداد على الرغم من أنه الخط الوحيد الواصل بين البلدين لتبقى آمال أذرع إيران في التعاون الاقتصادي معلقة تحت مزاج الإدارة الأمريكية وإرادتها من زاوية أخرى فإن زيارة وفد حكومة بغداد إلى بيروت يفهمها الشعب اللبناني على أنها جاءت لتقوية أذرع إيران في لبنان وكانت حادثة طرد هذا الوفد من أحد مطاعم بيروت أوضح تعبيرا على الصخط اللبنانيين على كل من له صلة بإيران أو أي شيء يأتي من قبيلها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر